ربي يشفي المصابين في هذا الحادث ورب يرحم كذلك منقضة في هذا الحادث نحب نقرأ لكم بيان وزارة الداخلية حول هذه الحادثة تعلم وزارة الداخلية أنه على إثر تلقي إشعار على الساعة الثانية بعد زوال و24 دقيقة بنجوب حريق بمقر حزب حركة النهضة بجية من بليزير بالعاصمة تم في الحين إعلام قاعة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية والمصالح الأمنية المختلفة لإجراء كل ما يلزم من أعمال إطفاء ونجدة وإنقاذ وتحري أمني كما تم تكليف سيد المدير العام للديوان الوطني الحماية المدنية بالتنقل على عين المكان والإشراف على عمليات النجدة والإنقاذ هذا وتفيد المعطيات الأولية أنه تم العثور على جثة متفحمة لشخص داخل مقر الحزب المذكور الذي تم التعرف بهويته وهو من ووليد سنة سبعين قاتل بحي التحرير تونس العاصمة عمل سابقا كعون استقبال كما تفيد التحريات إلى أنه تمت السيطرة على الحريق وإجلاء كل المتواجدين بالمبنى ونقل 18 مصاب لتلقي العلاج منهم 16 حالة اختناق بسيط وشخص تعرض لحروق متفاوت الخطورة وهو سي الهاروني وشخص آخر تعرض لكسر متعددة وهو سي علي العرائب والأبحاث العدلية جارية بالتنصيق مع النيابة العمومية تقصيا للحقيقة والوقوف على ملابسات الواقع ومسؤولية كل الأطراف ولإنارة الرأي العام نحب نحيي ونرحب بأستاذنا دكتور حمدي بن جامبلة مرحبا بيك مرحبا بيك أستاذنا وكذلك أستاذنا سي خالد عبيد مرحبا بيك نوارتنا إذن نبدأ الحديث معك برحيم الوسليتي هذه الحادثة كيفاش تبعتها؟ أولا ساعة نتمنى وشفاء العاجل لكل المصابي أثنين أتمنى من كل قلبي أنه ما تكونش من نوع الجريمة اللي مخترفة من طرف أطراف عندها نواية سيئة تحب تبث البلبلة في البلات وتحبث ربما تزيد تزيد الاحتقان أكثر احتقان الثلاثة بتبعت الحال ما النجمه كان الندو بمثل هذه العمليات خاصة إذا كانت بفعلي فاعل ومن نجمه كان نطالبه النيابة العمومية كونه باش في أقرب الأوقات الممكنة كونه تعطينا تكشفنا الحقيقة وراء العملية هذية كيف نشب الحريق؟ هل كان حريق يجي بكون تلقائي أحيانا سيبراهيم باش من 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 منشوش الفرضيات اللي موكننا وانتهوا فيها سيمو حامد القوماني اللي هو قيادي في حزب حركة النهضة يقول أنه الساجين سياسي وحتى بيان الداخلية يقول لك هو ساجين سياسي سابق من النهضة وراء حرق مقر مونبلزي وبيان الداخلية يقول كان عاون حراسة يخدم غادي معنى فما مشاكل داخلية ولا حاجة معنى مشاكل اه كعليش قلتنا نتمنى كونه ما تكونش فما أطراف خارجية وعندها نوية باش تبث البلبلة في البلاد وتدفع إلى مزيد من الاحتقان خاصة في هذا الظرف بالذات ونعرف واحنا الوضع طوى محتقن وواضح خالد عبيد حادثت اليوم حريق مقر حزب حركة النهضة يحينا إلى أي مدى هذه البناية الضخمة البناية الكبيرة ما فيهش يعني ممكن تجهيزات اطفاء تجهيزات رصد الحراء أقوى الدخان إذا طلعها منافذ للخروج لأنه بناية متاع حزبا كيد لازم تكون مؤمنة لازم تكون معنا فيها أمور منظمة لازم تكون معنا فيها وفاية ممكن الأمن ظاهريا إيه أمنيا لكن من الداخل يبدو أنها ما كانتش كذلك والله هو بالنسبة للبناءات خاصة ما تكون بناية بهذا الشكل معروف أنها لا يمكن أن تعطى رخصة بناء لها وحتى فيما بعد مراقبتها إلى غير ذلك إلا بعد ما أنه يقع التثبت من ضمان شروط السلامة خاصة فيما يخص الحرقة هو محل حجيري صغيري ما يعطيوش الرخصة على ذلك بالضبط معناها نتصور معناها نتصور خطا ما نعرفش المبناء سلام الإكستيرن تكون متوفرة حتى آلات الإطفاء حتى تعالى الإنذار المبكر تعالى الحرائق معناها إلى غير ذلك هذا كله وما بدأين يجب أن يكون موجود لكن بالنسبة لللي صار ربما كما قلت أنت ربما وقال سي محمد الكوماني هذا يؤشر على أنه الفكرة التي دي مدتقال أنه داخل النهضة هناك نهضتين نهضة التي استفادت من 2011 وما بعد 2011 إلى حد الآن والنهضة التي لم تستفد وطالبت وتشعر بطريقة أو بأخر بأنه تم تهميشها بالضيم وتشعر بالظلم وبالحيف وقات وعبرت عليها اليوم من خلال أقدام هذا الشخص على حرق نفسه بهذه الطريقة التي تبين ربما إن ثبت كل هذا أن في النهضة مثل ما ذكرنا نهضتين نهضة المستفيدة والنهضة التي لم تستفد وهي التي لم تستفد هي إلا قاعدة الطالب ورين البعض منها في أوائل جويلة يعتصموا قدام مقر رئاسة الحكومة يطالبوا بالتعويضات إلى غير ذلك سي حمدي بن جاب الله أكيد الأحزاب عندما تكون يعني من داخل ما فيهش هي بيضة تلك الهيكلية اللي ممكن تكون متنافس لكامل الأعضاء ترى أنه ممكن هذا يأدي إلى ما حدث اليوم؟ والله أحمد برك الله فيك الحقيقة ما عنديش رأي خاص في الموضوع لا من حيث شروط السلامة أنا ما فيهش لأنا نحكي لك على مستوى كيف ما قال خالد عبيد اليوم اكتشفنا أنه هناك نهضتين ولا من حيث انعكاس على هذا الحزب السياسي أنا ما عنديش فكرة واضحة لكن ما كان يجب أن ننتظره جميعا هو أن هذا الحزب الذي بدأ ينقلع من قلوب التونسيين يخرج من قلوب التونسيين ربما جاءت هذه الفرصة هذا الحاجة المؤسف ليعيد الحديث عنه في الشارع التونسي وليعيد ربما ضرب من التعاطف الذي فقده معناها بحكم ما شهدناه منذ مدة طويلة من انتكاسات متوالية شهدها هذا الحزب يعني الحقيقة بقدر ما آسفوا معناها المستوى الشخصي على غلب بقدر ما الدعي أنه على مستوى وطني له معنى كبير يعني سيبراهيم وحتى الأخ معناها الدكتور معناها بينه أنه ربما يقلق شوية معناها خلافات الحزب بناتهم ربما أيضا تفضي إلى أكثر مما شهدوا ربما تباين ما بين الهياكل يعني القيادية والقواعد لا مش بالدرجة هذه أنا ننظر لها مش بين القيادين والقواعد اللي صار بالنسبة للنهضة أولا سعى نسبه الأمور أن حركة النهضة اليوم كانت في الحكم لمدة عشر سنوات عندها اتهامات عندها خروج من حركة النهضة استقالات نهارة اللي عملوا ندوة صحفية سيد علي العريض وكذلك معنتها أعضاء في القيادة منذ ثلاث أيام نتذكر أنه ولا أربع أيام نتذكر أنه صار استقالات من مجلس الشورى إلى آخرين حركة النهضة هذا المنعرج الثاني تقريبا أو الرجل الثالثة اللي تتعرض لها أولا ألفين وحتى شو تتذكروا أنتوما لو مخذيوش السلطة كانت بش تكون بارشة حاجات ما عندها بناتهم لأنهم تفاجأوا بالسلطة لأننا كنوا واقعيين حركة النهضة لم تناضل من أجل السلطة لم تكن متماسكة كانوا نتذكروا سبتمبر اللي سبق الأربعتاش جانفي ورجوعهم وغيروا سبتمبر اللي قبل كانت فمها ندوة كبيرة برشة أو ما يشبه المؤتمر في أحدى البلدان الأوروبية وكان فما هناك حسم معناها في بعضهم البعض إجماع التونس يقولوا أحنا خليتونا معناتها ومشيتوا وهذا منعرج معروف قبل في 81 صار وفي 92 ولا 91 صار إلى أخير يمناش نرجعونه وأحنا ناقش في عوضهم ولكن اليوم حركة النهضة أيضا سيدتي عندها زادة استحقاقات فما ربما فتح ملفات قضائية ربما يقع هذا يقال مثلا أن السيد هذا كان انتدبا على أساس أنه يكون هو يقوم بالحراسة حراسة المقر ومش سهل رغم حراسة المقر عفو العام إلى آخرية ولكن أيضا نتذكروا أحنا القيادة الأخرى اللي كان مشارك في عملية هذية بسويقة كيفاش من المنتديات الكل ومشي يتكلموا وربما أذى شوية معناها حركة النهضة يقال أيضا أنه هو طلب لقاء بعد ما تردوه طلب لقاء مع رئيس الحركة فلم يمكن من ذلك فاتصرف بطريقة دي أنا لا أعتقد أنه جاب بدونه بخمسة إترات معناتها بش يصبهم على روحه والكاميرا واتم مزروعة في الكلها ما نتصورش نتصور معناها رد تفاعل يعني وغضب هذه ناحية وشوف في الحركات هذه وفي الأحزاب هذه اللي نكون معناتها واضحين وقت اللي يشتد عليهم الخناق معناها القيادات يقول لك سوف كيب وبرشة مقارنات وبرشة كلام وبرشة واحد معناتها فما غاليان الداخل أكيد القضية والبش تبوح بأسرارها بالضبط ستبوح احنا ما نستبقوش لحقيقة ولكن أنا نحن صافحة حبيت نقول ربي يشفي الناس هذوكم معناتها حتى حد ما يتمنى الشيء هذيك اللي صار وإلا معناتها معناها بالعكس وإن شاء الله أنه نسمحوا حاجة أخرى معناتها بإيجاز إبراهيم رجائي بإيجاز من أجل الديمقراطية هي عملت بكل الوسائل بشتوصل للسلطة وصلت للسلطة هي تفاجأت بالسلطة في 2011 وانتي تعرف لا لا عملت بكل الوسائل دوائر الأجنبية جاءوا قانون قد نفتح هي معركة العربية ثم ما ننساوش التصريح متاعب الكريم الهاروني قبل 25 جويلية الفارث وقت اللي قال أسبوع قارة وقبل 25 جويلية يلزمنا 3000 مليار للتعويضات السيد هذية ربما يكون مجمعا موجودين قاعدين ينتظروا في التعويضات لكن سوري فتقى بذلك هذية لابد من تبيانه يعني عليش تمنيت تمنيت كونه ما تكونش أطراف خارجية أيدي خارجية تكون وراء العملية باش متلحقش توهم ضد أطراف أخرى أنت قاعد تمشي في فراضية فراضية أخرى معناها الأمن فندها تماما سيبراهيم الوسليتي كما عودناكم نهر الخميس دائما نعود على أهم أحداث الأسبوع نزار الزغدودي والتقرير التالي في عودة على أهم أحداث الأسبوع نستهل الجولة بنتائج المسح الوطني للهجرة في تونس هذا المسح الذي أنجزه المعهد الوطني للإحساء بالتعاون مع المرصد الوطني للهجرة وبدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بيّنت نتائجه أن قرابة 20% من فئة غير المهاجرين أي التونسيين الذين تتجاوزوا عمارهم 15 عاما ولم يغادروا طراب البلاد لديهم نية الرحيل من تونس وشرع خلال إنجاز المسح 14% من التونسيين الذين ينون مغادرة البلاد في القيام بخطوات فعلية للبحث عن طرق للهجرة سواء عبر البحث عن الحصول على تأشيرة أو تعلم اللغات أو البحث في الأنترنات للإقامة بالخارج وأساسا أوروبا بحكم علاقاتهم العائلية أو أصدقائهم بالدول الأوروبية وأن النسبة الساحقة من التونسيين الذين لديهم نية للخروج من طراب البلاد هي من الشباب ممن يتراوح سنهم بين 15 و24 عاما وحول هجرة أصحاب الشهائد العليا بيّن المسح أن هجرة ذو المستوى التعليمي العالي قد عرفت تسارعا في نسقها خلال السنوات الأخيرة حيث غادر 39 ألف مهندس وثلاثة ألاف وثلاثمائة طبيبا من البلاد بين 2015 و2020 من أجل فرص عمل بالخارج كما كشف المسح الوطني حول الهجرة عن وجود 59 ألف أجنبي مقيم في تونس من مختلف الجنسيات 37% منهم وافدون من بلدان المغرب العربي و36.4% وافدون من بقية البلدان الإفريقية و18.5% وافدون من الدول الأوروبية اقتصاديا دق البنك الأمريكي بونكوف أمريكا الذي يعتبر معيارا في الولايات المتحدة على السعيد الدولي في مجال الاستشارات وإدارة المخاطر دق نقوس الخطر بشأن الوضعية الاقتصادية والمالية في تونس حيث صلت الضوء في تقرير له على أزمة تمويل ميزانية الدولة التونسية التي من المتوقع أن تشتد في غياب الإصلاحات واتفاق مع صندوق النقد الدولي متحدثا عن فجوة تمويل خارجي لعام 2021 قد تصل إلى 5.6 مليار دينار في الربع الرابع من العام الجاري ما قد يؤدي إلى تأخر في سداد أقسات القروض ونقص في الواردات وأشار البنك الأمريكي إلى أن غياب سياسة اقتصادية واضحة المعالم وضبابية الوضع السياسي للبلاد من شأنه أن يعقد المساعي من أجل الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في شأن آخر احتذنت العاصمة تونس فعاليات المؤتمر الخامس والاربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بإشرف وزير الداخلية توفيق شرف الدين وتترق المؤتمر الذي حذره كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية والمنظمات ذات السلاة إلى جملة من المسائل تعلقت بالأساس بمشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم ومسألة استغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة وخاصة النقل البري فضلا عن مناقشة خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات موسيا بأهمية مواصلة مسيرة التعاون العربي خدمة للقضايا المشتركة وتطوير السياسات الأمنية لمواجهة التغيرات الإقليمية والدولية ونختم الجولة بالزيارة الرسمية التي أدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بلادنا حيث كانت له محادثات مع الرئيس قيس سعيد تناولت علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وأفق تعزيزها وتنويعها كما تم التطرق إلى آخر المستجدات في القضية الفلسطينية وتبادل وجهات النظر بخصوص مسائل إقليمية ودولية أخرى الرئيس سعيد الذي جدد مرة أخرى الموقف التونسي الداعم للقضية الفلسطينية عبر عن استعداد تونس لمضاعفة التعاون مع الشعب الفلسطيني في جميع المجالات معلنا الترفيع في عدد المنح والمقاعد الدراسية المخصصة للتلبة الفلسطينيين الرئيس عباس من جهته تحدث عن جرائم الاحتلال مؤكدا أن ذلك لا يجب أن يتواصل وأن هناك قرارات ستتخذها السلطة الفلسطينية لمجابهة اعتداءات الاحتلال وذلك في كنف الشرعية الدولية دعيا إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هذا وأشرف الرئيسان على مرسم تدشين المقر الجديد لسفارة دولة فلسطين بتونس نعود إذن على أهم أحداث الأسبوع ومدام كنا نحكي على حدث حريق مقر حزب حركة النهضة أكيد نتحدث عن استقبال رئيس حزب حركة النهضة للسفير الفرنسي أي قراءة وليس أول مرة هو استقبل ثلاثة مرات ولكن البارح كان للعالم خاصة بعد في الفترة هذه البارح لأول مرة معنا تعلمنا علم الرأي العام تم لقاء مبين راجل الغنوشي ومبين السفير الفرنساوي في منزل راجل الغنوشي اللي يسكن فيه على وجه الفضل اثنين أنه كان لحظتوا أنه مباشرة بعد 25 جويلية بعد 25 جويلية كان حركة النهضة تحركت بقوة في الخارج من خلال معناتها عملت اللوبيينغ اللي عملته في واشنطن من خلال تصريحات المتتالية من رئيسها راجل الغنوشي لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية ومن خلال أيضا من نشر مقالات مدفوعة الأجر في كبرى وسائل الإعلام باشتمرر لا تازل الخطاب متاع أنه صار انقلاب وبالرغم من ذلك لم تتوصل إلى إقناع الرأي العام الدولي والشركاء متاع تونس أنه اللي صار في تونس صاره انقلاب فماش كلمة انقلاب لم ترد لا من طرف معناتها ولا لا لا من واشنطن ولا من طرف الاتحاد الأوروبي فيما بعد راجل الغنوشي بدأ يتحرك في الداخل وتوجه إلى الرأي العام الداخلي وآخر تصريح له كان شفنا قال البرلمان مش نرجع له حبة من حبة وكارهة من كره بالتالي اللقاء اللي صار البارح جاء في إطار كونه استعداد لأنه الناس الكل تنتظروا أنه يوم 17 ديسمبر القادم رئيس الجمهورية قد يعلن على إجراءات وهمة وهمة جدا فيما يتعلق بالوضع الاستثنائي من بين الإجراءات هذه فم حديث كونه حركة النهضة أصبحت في مرمى أحدى السواريخ رئيس الجمهورية حبت حركة النهضة ربما تستقوي بأحدى الأطراف الفاعلة أحدى الشركاء متاعنا ممثلة في فرنسا بطبيعة الحال على أساس قد ربما فرنسا طلبت من السفير الفرنسي باش يقوم بمساعي لدى رئيس الجمهورية لتخفيف الوطأ على حركة النهضة وحركة النهضة نذكروا أنه 25 جويلة التوانسا وقت اللي خرجوا خرجوا أساس المطالبين محاجتين يطالبوا أولا بإسقاط البرلمان والثانيا توجهوا مباشرة كانت ذكروا إلى مقرات حركة النهضة كانت مستهدفة لأن التوانسا يعتبروا حركة النهضة وأنه المسؤولة الأولى على سنوات الخراب العشرة الأخيرة وهكذا بطبيعة الحال ربما البطأ في المسار منتاع الإخذاء السيدة الرئيس الجمهورية منذ 25 جويلة خلّى حركة النهضة تظهر للعلن وشفنا ندو الصحفي الأخيرة وشفنا أنه فيما يتعلق حتى بتقرير محكمة المحاسبات تعتبروا أنها ما عندها حتى دخل في المسالة دية وما أخذتش فلوس من بره وما عملتش لوبيينغ وقالوا مبلغ لخلوه 40 دينار فقط 40 دينار فقط هو الكشف عن هذه الزيارة اللي هي ماشي أول مرة لسفير فرنسا في تونس كما أيضا لسفارة آخرين خطر معطن المعلومات اللي عنا أنه بعد 25 جويلة كان هناك اقتبال لسفارة آخرين حتى لسفارة دول كبرة كانوا سفارة في فترة معاينة كانوا قابلوا يعني الوزيرة المستشارة وفي نفس الوقت قابلوا يعني رئيس حزب حركة النهضة بضبط لكن ربما هذه الإشارة بتاع اليوم هذه السيفة مننا وكأنها مرة أخرى لدى أطرف الآخر يعني رئي رئيسة الجمهورية على السنة وأنها نوع من التحدي لكن أن نخذر المثلة بطريقة أخرى بإضافة لقالوسي إبراهيم هو أنه نعرف ألا أنصار حركة النهضة في السنوات الفارطة وإلى حد الآن أن كل إنسان يعارض توجهات حركة النهضة يقع وصفه على الأساس أنه فرانكوفوني وحثالة الفرانكوفوني وغير ذلك من الكلام الغير لأقبل مرة فإذا كان هؤلاء الأنصار يؤمنون بكل هذه الأفكار الجهبذية فلماذا قيادة حركة النهضة تتعامل بكل قوة مع مجسد وممثل ومن هو فرانكوفوني ومن هو فرنسي أصلا من خلال هذه الزيارات المتتالية لسفير فرنسا في منزل راشد الغنوشي وأيضا من خلال زياراتهم في فرنسا ووقوفهم على حاءة قصر الأليزي في انتظار من سيقبل قبولهم وقتها والصورة معروفة أنا باعتقادي وسأكون مختصرة ونحطها في قد لأنه أنا كي نبدأ معلوماتي معناها الناجم نزعوني فيها في القانون معناها نحطها في قد في الكونديسونال قد تكون هذه الزيارة ذات مؤشرات عالية جدا وهي مرتبطة ببعض التحركات الإقليمية التي تريد وهنا حركة النهضة داخلين معناها يظهر قد يكون داخلين بعضهم قد يكون فما هناك حديث عن ترتبات لخروج آمن للسيد رئيس الحركة السيد راشد الغنوشي وقد يكون أيضا أن السيد راشد الغنوشي في الأيام القادمة سيخرج إلى الأعلام التونسي وهذه معلومات قد يكون سنراه في بعض وسائل الأعلام لأنه هو معناها كان يتكلم كان مع الخارجي لآخره هذه الترتبات إن كانت صحة فإن هذه الذي يقع داخل النهضة من معناتها خطر لحد الآن لم يقلونيش الـ 15 متاع اللي قدموا استقالتهم من هالثنين من شورى النهضة لم يقلوش عليه دونك فما حاجة تغني الداخل مهوش مقنع قلوك أنا مقالوش عليش معناها مش السبب الحقيقي قد يكون هذا لأنه عاملين من 25 جويلة أنا نعرف عندي معناها علاقات أنه فما قوى عظمى وعليش تقولي أنت فرنسا مش قوى عظمى رو أمريكا لا 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 قوى عندها متنفذة في المال وعندها أيضا استثمارات كبيرة في في فرنسا وفما برشة تغييرات ومتغيرات وقد يكون هذا الخروج الأمن مثل ما وقع في التسعين وفي ثلو واحد وثمانين وغيره هذه أنا من نجبش نقرها إلا هكذا لكن تسوق هذه المعلومات في حذر وفي الكنديسيونيل قد يكون نعرف في هذا السياق تقريبا اليوم رئيس الجمهورية استقبل العميد صدق بالعيد والعميد محمد صالح بن عيسى لأن هذا الخبر ورد منذ خمس دقائق على صفحة رئيس الجمهورية إذن العميد صدق بالعيد العميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ مين محفوظ وستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلم السياسية بسوسة استقبلهم بين الرئيس أن المشكل في تونس اليوم الدستوري نتيجة الدستور سنة 2014 اللي ثبت أنه لم يعد صالح ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له وشدد رئيس الدولة على أنه من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء كما أكد رئيس الجمهورية في هذا البيان على أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما ولابد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته سيحامادي بن جبل عنده حق عنده حقا ما مش مفوء أولا أنا أعتبر أن ما وقع سواء استقبال الرئيس السفير الفرنسي أو ما شو نقول أنا زيارة السفير الفرنسي أو ما وقع في مقر الحزب أولا السفير الفرنسي عنده حق الرجل عرف أدرك في نهاية عمر أنه لا مستقبل للإسلام السياسي في تونس وأن هذا الإسلام السياسي يطرد من كل الجهات وبالتالي يخشى على بلده يخشى أن تصبح الأقنابل وتصبح في باريس وفي غير باريس وربما في ماكن أخر أراد من هذه الزيارة أن يبدي على الأقل تقدير معناها ظاهريا تعاطفا أو يعني نقول أنا تماشيا مع هذا الإسلام السياسي حتى لا تثور ثائرة الإسلاميين الموجودين في أوروبا وربما هو معناها يولي ويذر فرنسي هذه الحاجة الأولى حاجة ثانية معناها ممكن هو عنده حق بشيحمي بلاده بأي شكل كان ممكن الحاجة الثانية ما نعرفهاش هل يعني أنا نمشي مع الأخطفات مع ربما يعني مع معرفة أنهم راحلين وأنهم يضمنوا لهم خروج نقوله أحنا ما فيه شك ما يقولوش إيجاني للسفرة طبيعي وفي بيته وقالك استخبالي شبير إذا صحت هي فرضية كما قالت الأخطفات ويمشيلوا له يخذ بخاطر ويمشيلوا أولا بشيهدي في فرنسا معناها يحمي بلاده وثانيا باش ما يخليه يقبل معناها الرحيل دون عنا هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية كل هذا سواء سلوك السفير الفرنسي أو سلوك أو ما يحدث في موبليزير إنما هو من إنجازات الشعب التونسي ما معناها من إنجازات لأن الشعب التونسي أدرك ولو بعد تجربة تمريراً عشر سنين وتحمل الكثير قتلة مرة رهو هالشعب هذا يعبق لي رهو يتحمل ياسر يصبر ياسر اليوم ما عادش صابر ومعناها انقلعها كما قلت معناها هذا الحزب السياسي اللي خاف ربي انقلع من صدره ما عادش مجهوا رفضوا وبالتالي لمستقبل له عندنا هذا يعني شعب نقول أنا وذي مذبية سيد الرئيس يفهمه رهو خمسة وعشرين جوليا ما فيه الشك أنا حييي ما أنا كنت دائماً أحييي البادرة الرئاسية ولكني أضيف أن هذه البادرة آتت من أحزاب سياسية ناضلت من أجل أن تبرهن للشعب التونسي على معناها نقول أنا المظار المترتبة عن وجود الإسلام السياسي في تونس وخاصة في مجلس في مجلس الشعب ذلك علاش نقول أنا معناها في نهاية الأمر هذه الأمور مرتبطة بعضها ببعض ومرتبطة أساساً بموقف الشعب التونسي مستقبلاً حاضراً مستقبلاً بالإسلام السياسي وهذا يعليش اللي كنت تقرى فيه معناها باستقبال السادة العمداء اللي كنت تحكى لهم مع السيد الرئيس لكن فيما بعد السيد الرئيس ما قال مش مش يعمل وراه هذا اللي اختر جاينا أنا لحد الآن قالها براهيم منذ حين معناها ما ثم حتى بلد أوربي قال راه انقلاب فم حتى واحد قال قال أنه يلزموا نرجعوا للحياة أنا أنا نقول هذا شكور متونساً ما يقولونش هذا الرئيس بيدو يقول هذا المشكلة أننا تباطعنا وهذا التباطع جعل هؤلاء القوم معناها يعلو صوتهم وما يقولون البرلمان راجع أحب منذ كلام فالغة الرجل معناها من ضمن التباطع سيدي وهناي تواعد مش نقول معلومة أنه وسطات من فكت وسطات كبيرة جداً وضاغطة على الدولة التونسية ومثلاً في الرئيس بيانيفيدامو أنه خروج آمن للسيد راشد لغنوشي فقط لم نسمع أنه حركة النهضة ولا غير ولا غيره لا سيد راشد لغنوشي فقط يعني حسب الكليم اللي كنت تقول فيه التوى وهذه المعلومات المسربة أو القد دائماً نقولون نسوق يسوقها ضيوفي بحذر لا خطر أنا ما عنديش معلومات لأبو فادما قالت هذه معلومات عندي يعني نرى أنه الغد سيحمل أخبار كثيرة التحليل في دقته وربطه بالماضي وبممارسات الماضي وبالتحركات اللي ترا فيها يعني أنه تحدثت على الحروج آمن في التسعة وثمانين وفي الواحد وتسعين واحد وتسعين في الواحد وتسعين مارس واحد وتسعين بعد انتخابات معناها من قام بها مرة يكررها مرة أخرى ثم حتى مش هو أكيد تول بلاغ اللي كنت تقل فيه تو سادر علي أسل الجمهورية أصبح واضحا بالنسبة لي كونه السيد الرئيس الجمهورية بيش يمشي في استفتاء حول يا هل ترى الدستور هذا مزال صالح ولا لا خطر يبدو أنه حسم فيه حسم أمره ولا مشروع حسم فيه السيد الرئيس الجمهورية حسم في الدستور هدايا معادي صالح الدستور هذا وبالتالي ربما من ننتظر كونه يوم 17 ديسمبر هذا معنات الجمعة القادمة مش تعقود الجمعلي بعدها أنه فما أعلنت أعلان قرارة هامة من بين القرارات هذه ربما مرسوم لاختصار الآجال للبت في القضايا المرفوعة من طرف محكمة المحاسبات ضد بعض الكتل وبعض الأحزاب فحديث أيضا ربما على حل حزب أو اثنين بمقتضى مرسوم حديث بطبيعة حال على إطلاق إعطاء شرط انطلاق الحوار أو الاستشارة أو الاستفتاء اللي تحدث الإلكتروني اللي تحدث عليه السيد رئيس الجمهورية ولكن ما نعرفه شحنا فحو هذا الاستفتاء ولكن حسب البلغة ذا يبدو لأنه مش يكون متوجه أساسا إلى يعني المنظومة السياسية برمتها بما في ذلك الدستور هل ترى الدستور ذا نبقي عليه ولا لا نبقي عليه وبماذا سنعويضه ثم أيضا حديث ربما على أن السيد رئيس الجمهورية قد يحدد سقفا زمنيا أو رزنامة للانتهاء من الوضع الوضع الاستثنائي هذا اللي عايشين فيه نجم توصل إلى أفريل شهر ماي هذا الحديث ولكن لا أحد بمقدوره أن يقرأ ما يدوره بخلد السيد رئيس الجمهورية مايستفتاء والحوار الوطني عن طريق الإلكترونيات لا ليس بشيكو لأنه لسنا جاهزين ولا عندنا عطا حس ولسنا مرقمنين لهذا الدرجة لحقيقة وثلاثة سنوات معناها ومن 2011 إلى 2014 عمل المجلس تقريبا سيسقط في المهم بسقوط هذا الدستور والله أنا نجم نقولك الدستور تكتب على عجلة قعد ثلاثة سنين لأنه الستة شهور الأخرانية هي اللي حكمت والضغوطات والمطابات والشيطان يسكن في التفاصيل إلى آخره وفما ناس ربي يزمحهم زيدا اللي هما في الحوار الوطني قوة سياسية صاعدة وقتها فكل وقتها ذاك وماشي في بينهم الشعب آمل فيهم ولكن هما عملوا نوع من السفقات وخلّونا أحنا معناها العني سيحة ماجي تفضل ومعد ملحوظة وبرّة معنا الحقيقة أنت عربي منيش عارف أنه علاش استفتاء على الدستور وإلا على القوانين نحن في 25 جوليان قمنا بتحرير وطننا من الاستعمار الداخلي ولا ينبغي لنا أن نعود على ذلك أصلا ونتحدث فيه ينبغي أن ننصرف إلى الأمام أن نتقدم إلى الأمام والتقدم إلى الأمام لا يكون بمراسيم أذى أرجو أنه يقدر ما أيط السيد الرئيس يقدر أن تحب نحن نحاول بالسيدة المنوبية أو السيدة عبدالقادر أو بلي حب راه ما تنجمش وحدك وبمراسيم راهنا ما نشي جريء لطا ما هوش كما نعرف أنه إيبسري ولا حاجم راهي الدولة حتى تلقى دولة صغيرة يا أخي وحدك ما تنجمش بالمراسيم حتى يجيوا معك أظن أحبابي اللي كنت أحكي فيه حلقنا عرفهم 30 عام كما أخو فما حتى مشكل لكن حتى هذوق حتى تجيب حتى تجيب 20 كيف ومو مياه ما يكفيش يجب ثم تأسيس مؤسس اللي هي سامتوا الاتلاف الاجتماعي يا أخي ما تنجمش تعمل تنسى الاتحاد العام تنسى الشغل ما تنجمش تعمل وتنسى الصناعة والتجارة ما تنجمش تعمل تحاد النساء تنساه وإلا المحامين رأنا مواطنين مرحبا بك قال لي أنا متأكد قال لي هما مش يبشوا معاك أنا لماذا هو يخاف من هذا الوحد الحوار الاجتماعي وأحب يا سيدة تلغي الأحزاب على كيفك لكن تلغي الأحزاب من هذا الوحد إنما ليس يمكن تناسي الأحزاب في تأثير المجتمع وتوعية الناس بأمية الانتخابات لا ديمقراطية بدون أحزاب إن غدا لنظره لقريب أن نحن على مرمى وردة من 17 ديسمبر ونقدر ونتطلع للكثير برك الله فيك سيح معناها غدا لنظره قريب لأخير لكن نفيها بس كي ننبه إلى مخاطر آتية راه فهى الطيار هذا محل لقل فهى اللي كنت تقرأ فيه سيتك راه ما فيهش ما يطمئن راه بشيطمان الداخل والخارج لازم نخرج منه التصرف الفردي والذرف الاستثنائي التسقيف مهم جدا أنا في رأيي بالنسبة لما تم ذكره أعتقد أنه الاستفتاء بشي يكون هذا واضح لكن الاستفتاء لن يكون على الدستور في نظري أنه أنه أنهي أو حسم الأمر بالنسبة لرئيس الجمهورية في مخص مسألة الدستور انتهى الدستور الاستفتاء سيكون على شيء آخر أنا سبق بعد اللحظات الأولى لـ 25 جويلة أن قلت أنه عندما سئلت في أكثر من مرة ما هي الخطوات التي سيقع القيام بها قلت من جملة ما قلت أنه سيقع تعطيل العمل بالدستور والذهاب إلى استفتاء على أساس هل أن في هذا الاستفتاء سيكون هناك السؤال واحد هل أنت مع النظام رئاسي أم برلماني لتونس بنعم أم لا ثم فيما بعد نذهب إلى انتخابات تشغيعية سابقة لأوانها أو مبكرة ولست أدري ماذا يسبقها قبل كل شيء تغيير القانون الانتخابي اعتقادي أن هذا السيناري الذي ذكرته منذ اللحظات الأولى هو الذي سيجد الرئيس نفسه ذهب إليه بطريقة أو بأخرى استقباله مرة أخرى لعمداء ولخبارات في القانون الدستوري في فترة وجيزة يؤكد أن هناك شيء بصدد التحذير هناك إرهاصات بصدد التحذير من خلال ما ذكرته الآن فيما يخص بيان رئاسة الجمهورية المسألة واضحة في نظري الدستور انتهى سيقع تعطيل العمل به والذهب إلى استفتاح حول طبيعة النظام السياسي التفاصيل ستذكر فيما بعد لكن وهذا هو اعتقادي هو الأهم وربما نرجع إلى ما ذكره سيحمادي حركة النهضة تدرك جيدا أن هناك تطورات قادمة وفي من يتقن فن الدعاية ويفهم فن الدعاية جيدا يعرف أن عندما تصاعد في كلامك إنما تخفي أمر آخر في تصعيد الكلام الذي لحظناه هذه المدة لدى حركة النهضة خاصة فيما يخص البرلمان وغيرها والمؤتمر الذي قامت به والذي أرد أن تتبرأ بطريقة أو بأخر هذا دليل على أنها تستشعر أن هناك شيئا ما ونرجع لذكرتوه ترتيبات إن ثمت ترتيبات لخروج آمن فسيكون لسيد راشد الغنوشي حصريا فقط مثل ما حدث له في فترة ما وترك جماعته في المحرقة ولكن هذا يحبل رئيس الجمهورية لحد الآن هذا سنراه فيما بعد وبالنسبة وأنا أعقب هنا على سيحمادي وبسرعة وبسرعة فيما يخص فرنسا صحيح في فرنسا هناك العديد من التونسيين الذين يسكنون في فرنسا هناك فرنسيين من أصل تونسي وفرنسا وفق ما أعرفه وفق قراءاتي وحتى مشاهداتي أصبح هناك يقين لدى السلطة الفرنسية بأن ما يحصل في فرنسا من تطرف بين معقفين ديني كبير وهذا أمر واضح وجالي إنما سببه بطريقة أو بأخرى الأخوان المسلمون ولا شيء غير الأخوان المسلمين وحتى إن وجدت تيارات سلفية تكفيرية فهي قد خرجت من رحم الأخوان هذه ولاة قناعة لديهم وعلى ضوئها فرنسا واحدة وفرنسا اثنين وعلى ضوئها أصبحوا وعلى ضوئها أصبحوا يتصرفون وما يخيفني في فرنسا حقيقة هو أنه نتيجة للتصرفات التي يقوم بها البعض باسم الإسلام هناك وعنهم يقومون بها عن جهل وعن عدم روية إنما يغذون بطريقة أو بأخرى اليمين الفرنسي المتطرف بكل قوة هذا رأيته بأم عين هذا مؤكد سيبراهيم بوسيتي حبيت أنتوقف عندك الحقيقة المرصد الوطني الهجرة للمكان يقول في التقرير زمينا نزار الزغدودي منذ حين يعني المسح الوطني الهجرة في تونس المسح ذي أكيد أنجزوا المحد الوطني للأحساب بالتعاون مع المرصد الوطني الهجرة فما أرقام الحقيقة يعني تخليك تتوقف عندها 14% من التوينسا الموجودين الآن في تونس ينون المغادرة يقول لك تحت جيني فرصة نسفر 20% من الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة يقول لك بأي فرصة نخرج طريقة قانونية غير قانونية معناه تعاون فني حقد أو حتى هجرة غير شرعية في المقابل في نقطة أخرى عن 59 ألف أجنبي مقيمين في تونس خاصة يعني مقيم في تونس من مختلف الجنسيات 37% منهم وافدين من بلدان المغرب العربي 36.4% وافدين من بلدان إفريقية و18.5% وافدين من دول أوروبية تونس الملاذ ممكن للبعض تونس السفينة التي يجبوا القفز منها حتى نعرف من أقبل في المرصد الوطني لما كنت تشرف عن المرصد الوطني لشباب أكيد اشتغلت على هذه المواضيع وعملنا تقرير سنة 2007 مع منظومة الأمم المتحدة حول الهجرة هذه لدى الشباب وتقريبا نفس الأرقام المتداولة اليوم هي نفسها التي كانت تقبل يعني نحن سنة 2007 التقرير الذي عملناه مع منظومة الأمم المتحدة يقول وأن 41% من الشباب التونسي يحب يهج من البلاد و15% منهم يحب يحرق بجميع الوسائل تقريبا نفس الرقم نلقوه اليوم 50% إذن من فئة الشباب شاب على 2 أو شاب على 2 يقول لك أن ماذا بين هاجر و14% أو 15% منهم يقول لك أن أرني أعددت العدة لذلك الموضوع هذا أو الظهرة هذه هي ليست حكر على تونس فقط رأوا حتى البلدان المغاربية أو الجزائر مثلا أو المغرب فهل من فنومان نفس الظهرة موجودة نفس الظهرة موجودة نهيك وأن حتى الجزائر تقرير مؤخرا اصدر في أحد الصحف الفرنسوية وحتى تدولته الصحافة الجزائرية يقول وأن الجزائر تعتبر الفليار الثانية الشبكة الثانية بعد يزيل كناري اللي هي ولت معبر للهجرة غير النظامية هما وقت اللي يمشيوا المغاربة والزيرية يتوجهوا لإسبانيا بحكم قرب إسبانيا والتوانسا اللي أصبح التونس هي معبر حتى للهجرة غير النظامية يتوجهوا إلى إيطاليا وقت اللي نلقاه وأن الشباب هدايا يحبوا ماذا به يمشي للبلدان الأوروبية وبدرجة أولى فرنسا إيطاليا ألمانيا يعني لأسباب موضوعية لأسباب حضارية ثقافية حتى تاريخية نعرف أن التوانسا لدينا مليون ونصف تقريبا تونسي هذه الأحصائي شبه الرسمية منهم 800.000 و900.000 موجودين في فرنسا والبقية موزعين تقريبا بالتساوي بين إيطاليا وألمانيا ونسبة ضائلة تلقاها في بلدان المشرق العربي لماذا يمشيوا لأن غاديكا أولا لأسباب لغوية لأسباب عائلية يعني مالقى شكون غاديكا وقت اللي حبي يهجر غاديكا ثلاثة فما نقطة هامة لن تحط فيها روتو ما فمش كان الهجرة غير النظامية فما الهجرة الغير النظامية منتاع الأدمغة الشابة تقرير دائما أنا أذكر به اللي عملته يعني هذه منظمة التعاون للتنمية الأوروبية تقول بين سنة 2011 و2018 فما 95 ألف شاب تونسي هم أطباء شبان هم وندسون شبان وهم باحثون شبان وهم متحصلين على عديد الاختصاصات اللي هاجروا الثمانين في المئة منهم تبقاهم في فرنسا وألمانيا ومشاوا للاستقرار غاديك وشفنا أحنا شفنا أنه حتى في الحرب منتاع أوروبا ضد الكوفيد لقينا أطباء تونسا تسمحني في 30 ثانية تسمحني في 30 ثانية لكي نذكر رقم هذا هي رقم زادة جاء في تقرير فرنسي تعرف اللي نسبة الأطباء المغاربة في فرنسا يعني المغاربة والزيرية وتونسا تمثل 47% من عدد الأطباء بكل فما 7.5% تونسا أطباء تونسا بحكم الحجم بطبيعة الحال الحجم المغرب وتزير أكبر من نحن تقريبا ثلاثة مرات لحجم معنا الديمغرافي ثنين أنه في فرنسا تونسا عندهم نقص كبير في الإطار شبه الطبي لزان فرمي لزان فرمي وهكا لماذا نلقا الهجرة هذه الهدف الأساسي منها هو التحسين الوضعية الاجتماعية والهروب زادة من الاحتقان السياسي والاجتماعي في نفس هذا سياق وثلاثة وثلاثة وثلاثين ألف طبيب لا معناها حجرة أدمغة بامتياز أما كيف قال سيبراهيم ما وش على تونس برك أنا قريت في عمل حددته من مدة قصيرة معناها تقريبا بلدان عربية هذا الرغبة في الهجرة بجميع أنواعها تصل حتى لثمانين في المئة معناها مش تونس برك اثنين اللي لابد هنا نشوف الحاجة النوعية نحن عشرة سنوات الزمان كرهتنا في حاجة اسم الديموقراطية أنا رأوا ستين نكسبلوعم أن الناس بعد انتخابات 2011 قام لي كلموه بالوزارة اللولة أو رئاس الحكومة قال نحن الآن في نفعة الربانية في الخلافة السادسة أنت تشوف نحن انتخب منها باش نعمل الديموقراطية هو يحلم وبعد جاءت الديموقراطية وجاء الفقر وجاء تقتيل وجاء الارتيالات فكرهنا اكرهنا الوطن ماذا بينا نخلي تونس نخرج جد معنا مثلا زملائي يقريوا في المعلمين ويقريوا في الأساد قلنا ماذا بينا نخرج موجودين بأسير أنا أطباء سيرويس سمحني سي حمادي اللي هيجن أطباء وهذا 300 طبيب ما بين 2015 و2020 غادروا تونس هذا لماذا نقول الظاهرة اختيرة ليس كظاهرة سياسية أو عرضية أيضا ظاهرة ثقافية نحن طول حياتنا نسبوا في الغرب الكافر الملحد اللي تحب انتك الكلام الفارغ تلقى ناسنا ولادنا حتى أطباء حتى مهندزين وإنساننا وصغرنا يرميوا في المحار بشمشيوا وقليموا لأننا قال لغالب ما يكون ماشي عند المستوى وخاصة فهل عشرية إبراهيم قال من 2007 يظل الظاهرة الدراسة اللي يعملها وخايبة معناها واضح معنا أني ما يشي عرضية معنا لكن زادت معناها تعكرت وتعمقت في هذه العشرية البائسة التي عشناها فاطمة نحب نرجع على زيارة الرئيس محمود عباس أبو مازني إلى تونس وأكيد هل من أمل في حل حلة في واقع القضية الفلسطينية اليوم هو أولا الزيارة كانت مرتبطة بزيارته إلى الجزائر والدولة الجزائرية هي التي ستترأس القمة بعد أشهر ثلاثة أشهر أو رابعة أشهر في مارس معناها ولكن أيضا الدولة الجزائرية والرئيس الجزائري قدم مقترحا للقيادة الفلسطينية والقيادات الفلسطينية على أساس رأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية لأن هذا من شأنه أنه يضعف الموقف الفلسطيني ولكن جايته لتونس زادة مرتبطة على أساس أنه فيها برشة مجاملة لبارح لأنه لا يوجد استحقاق الفلسطين ولا يوجد رأب الصدع ولا غير لا يوجد هذا لا يوجد هذا ولكن تونس ترأس القمة العربية لا 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 نحكي الجزائر تونس الآن الجزائر سترأس للي هو قال أي دور ستلعبه تونس بكل صراحة رئيس الجمهورية لم يعترف يوما أنه رئيس القمة العربية لأنه لم يصرت معه وعنده برشة ملاحظات وخلينا من هذا رئيس الجمهورية ديبلوماسي على مستوى العالم يعني تحدث عن الاحتلال وتحدث عن غطر الاحتلال ولكن لم يتحدث عن الأمم المتحدة وعن الضيم الذي تناله وسياس الميكلين ولم يتحدث على شيء مطروح ملف الآن طرحته روسيا والصين وربما يحب يقنع به الولايات المتحدة الأمريكية وهو الرجوع إلى ما يسمى بمؤتمر السلام يعني تراجع عن تصريحات النشوة الأولى بالضبط إذن تونس ما هيش مقحمة نفسها فيها اللي غواجة ظمني أنه يقولك احنا عندنا شيء آخر الداخل معناها استثنائي ولكن باعتقادي أنها دائما تكون زيارة مراحبة وخاصة أنه البارح هي الذكرها 34 لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية التي يقول الكيان الصهيوني في حد ذاته أنها انطلقت من تونس معناها أبو جهاد وأبو ياد وغير وتخطيت من تونس وهيك عليش معناها جاي وقتلوا في تونس بعد سبعة سنوات كذلك المقر الجديد الجميل يسفر دولة فلسطين بتونس وكيما قلت أنا البارح معناها ونحب نزيد نأكدها اليوم راهي ليه بجزيدنا في الميزانية متع الدولة شيء أكل 170 دينار متع الأخوة والأشقاء الفلسطينيين نعاود ونعطيهم حاجة تمييزية اللي تعطيط لهم من قبل أنه حق الإقامة 10 دينارات مش 170 دينار على الرأس معناها على الإنسان راه ربي يعلم بوضعيتهم هذية نجم تعملها تونس ورئيس الجمهوري نجم يعملها لأنه لا يجب زدونا ولا يجب فقرونا معناها الميزانية متع الدولة التونسية والدبونس بيبليك باعتقادي هذه هي معناها الزيارة في هذا الاتجاه ودائما هو مرحب بهم معناها الأخوة الفلسطينية لكل ولكن مرة أخرى تونس راه ما تدخلش فك الحاجات الكبيرة هكا معناتها وخاصة انتوا مقبلين على قمة عربية لكن اللي كانت المنتلق تأوصلوا وكانت المنتلق لقالت الكيادة الفلسطينية سنة 82 رئيس ما يعترفش بأوصل وخرجت منها هو مش بالهلوش الفلسطينية لأول مرة إلى رملة إلى فلسطين انت تنظر له بإيجابية تونس خطاب ريح متع برديبة هو كارثة على القضية الفلسطينية نقطة ونرجعه إلى السطر ما فيه هو بيدو أبو مازن المهندس اتراجع قال لك يا أخويا غادروني لا معناهم أوصلو ما هي مشاول الفلسطيني نحك على تونس ما يمنش في أوصلو تونس ما عندها يد في أوصلو لا تستقبل القيادة الفلسطينية ولي كذان كل تونس ما عادش مهتمة معناتها ما تحبي توقح مروحة تونس تجب تلعب دور كبير في هذه المسألة بالذات في العركات يا ولدي في المهندس في تدرج تعديل تونس عندها علاقة بأوصلو هاي نرجع للأوصلو 93 عندها علاقة ما عندهش علاقة فاطمة الموضوع سوف أحظو تقرير البنك في أمريكا تقرير بانك أمريكا أكيد لم يقدم الجديد عن الواقع الاقتصادي التونسي لكنه يذكر بانه تونس يعني تدخل في متاهات ويعني لعله الحلول زادم تدخل إلى وذهب إلى نادي باريز وكل هذه الفرضيات خاصة انه تونس لم تقدم مخطط او خطة مستقبلية اقتصادية للنهوض يعني استجاب الاستثمارات جدولة الديون كل هذا يعني التخطيط غائب عن تونس في هذه الفترة السياسة غائبة السياسة اللي كانت تحكي في فاطمة وحكة معناها للزملاء يعني يعني ما تماش سياسة الدولة شنو معناها أنا رئيس الجامعة المواك الجامعة العربية وعمل رحي معلميش ما جيش معناها بكل حتى كنت تلقاني في قناعات الذاتية معناها نعرف لا ربح كيف فارغة ولا تحب يعني على كل حال هذا الحاجة الحاجة الثانية معناها يبدو لي أنه شماش نقول أنا معناها أنجلي دو صفتاج كما متاع إنقاذ أي صدرة نجايت أعطاني سيطة بوبيا كلها وقت لي باقي مادد يدو رغم اليأس ويعاود ويمشي ويرجع في مثلا كل كناس يجي نخدم مبعض ما هو شي هكذا يظهر لي معناها رأى إذا كان السيد الرئيس يخلي الفرصة هذه خلينا نقول حقيقة أن الفرصة الأخيرة تمر رأى فما نداء هذايا وفما نداء وخيار الطريق الثالث الذي ذكره بمناسب يعني سيأتي ثقاري نهار سبت ثليفات 4 ديسوم بمناسب ذكره اغتيال الخيار الثالث اللي الحقيقة لا أعرف يعني رأني أنا الاتحاد العام تونسي الشغل والذين معي والذين مع بعضهم معناها موش معناها رأنا ما نش مسلمين بلادنا وهذا يا سيد الرئيس يلزم يسمح يلزم يفهم لن يتم شيء على أسس سليمة وبالطريقة التونسية السلسة والأمينة إلا بهذا التحالف الاجتماعي الذي نعمل فيه معنا خالد التونسة هل تطلب إيه نعرف هذا لكن المشكلة فيه أنك وقت أنت تطلب ذلك يعني إقرار ودعم صندوق النقد الدولي اللي هو هل سيدعم لأنه قاطع معنا الاتصالات موزرنا ما صناش صندوق النقد الدول لكن وقت أنت بش تمشي في خيار متقاروحك مضطر بش تعمل إعادة الجدولة يعني أنك تقر بأنك عجزت عن أنك تفي بالتزاماتك سواء لهذا أو ذاك وهذا العجز بش تترتب عنه أمور أخرى منها أنه الدينار التونسي سينخفض وهذا احنا منحبوش منه أنه بطبيعة الحال وقت أنت ما عندك موارد يعني بشكل عندك عجز مزمن في الموازنة العامة أو الميزانية العامة العجزة بش يزيد يكبر أكثر والأهم من كل ذال كيف ستتمكن من أن توفر موارد بش أنك تكمل بها الميزانية التكملية وخاصة أنك قادم على ميزانية جديدة ميزانية 2020 كيف تدخل لتنجم توفر الموارد هذا يبين أنه الوضع الاقتصادي يتطلب قبل كل شيء ضرورة وجود مخطط حقيقي من أجل إنقاذ تونس قبل فوق الأوان هناك مثال من 2014 وصوتي وصوت الناس آخرين يقولوا يا ناس راهوا رد بالكم إذا كان لن يقع تدارك الأمر فإننا سنذهب لقدر الله إلى استنساخ ما حدث في تونس من قبل في القرن 19 ما وقحنا نسمع في قرن 19 طوع عندنا الذكريات تقول خزندار وشنو وكانت السرقة برشة وإلى غير ذلك لكن في نفس الوقت تونس اضطرت عام 1869 مش تعلن أنها عاجزة على تزديد ديونها وأعلنت إفلاسها المالي والاقتصاد فاضطرت العالم وقتها إلى تكوين لجنة دولية مالية تتولى الوصاية على الميزانية التونسية تتصرف فائهية وهي لتقرر كيف تتصرف الميزانية والموارد اللجاء هي لتحكم فائهة ومنها جاء الاحتلال الفرنسي لتونس هل تونس لديها لجنة الكميسيون المالي جوبار سيخار خير الدين ترأسها خير الدين ووزير الأكبر لا أنا نحب نضيف كليمة فقط لأن الوقت دهم بالتقرير البنك في أمريكا هذه نوع من الضغوط التي تمارس على تونس طالبين حاجة واحدة كما طالبين نحن بالداخل هو من رؤية واضحة أما الحديث كونه على صندوق النقد الدول إذا كانت موعد إذا كانت ملتزمت بما طلبته منك يعمل لك انذار حش حالة شوف فما مراسل مشاهد رئيس الحكومات خبراء يوضحوه وكان معنا خبير في وسط الأسبوع ويقول لك أنه حتى المرور إلى نادي باريس لإعادة الجدولة راهو يكون بدعم من صندوق النقد الدولي بشكل أعطيوهم وهذا ما يقنع صندوق النقد الدولي إلا ما تكون عندك رؤية واضحة كيفاش بشي تجاوز هذه الأزمة التي تتخبط فيها أنا باعتقادي رئيس الجمهورية سؤالي الذي نحبك تجاوب عليه فيما تبقى من الوقت سيدتي الكريمة هل نحن عنا رفاهية أنا باعتقادي أن رئيس الجمهورية الجواب جاء من خلال البيان اللي يكون تقرنا فيه أنا طوى جاء ونيزوز إشارات في الاتجاه هذا أنه رئيس الجمهورية لا يريد باعتقادي هذه لا يريد أنه هو يهز القربة المخرومة على ظهره يقولك هما اللي عملوه بالتستور وبالفساد وبالواحد وكل وصلونا النادي باريس على أبواب نادي باريس أنا ما نمشيش فيه فيقع التخلي على طوبان واضحا من خلال كنت تقرنا فيه أنه رئيس الجمهورية سيتخلى وسيتخلى عن هذا الدستور وفقه نعم أم لا اللي قلنا عليها ثاني شيء أنه رئيس الجمهورية بشي هيكل عن طريق اللجنة هذه وغيرها أنه اليوم السياسة متاع تونس المرتبطة بالقانون ليست قانونية ولا هي شعبية ولا هي ديمقراطية ولا غيره وهنا النجم نقولك يمكن يا منحون فرصة أخرى متاع شهرين حاشة كيف ما هكا صدقيني أنه هو اليوم المنجز الوحيد اللي مطلوب الآن هو أنه رئيس الجمهورية اليوم يحسم الساعة سبعتاش بالمراسيم ونشوفوا طبيعة المراسيم اللي باشدين آما هذي باشتقول ينادي باريز وأحنا باش نمشيوا نادي باريز ولينا نناقشوا كيفاش باش نذبحوا راهوا نادي باريز انضمت ليه السنوات الأخيرة انضمت لي إسرائيل يعني شنو معناها كيتمشي النادي ولا كيتمشي النادي باريز اليوم معناها قدامك كان التطبيع متنجم تعمل كان التطبيع وهذا مرفوض في تونس راهوا بدي نادي باريز تصليفنا منها فلوس راهوا العديد المفلدين العربية ممرت شريفيني احنا عمل فين وثمانية خلصنا ديونهم بتاعنا بالمسبق لا نحكي في العشرية هذه خلينا راهوا لا نادي باريز وقفنا على أبوابه كما المرة هذه وربي إن شاء الله ما يحط ناشتا جانب كبير من السياسي الدستور يفقد شرعيته واقع بالجملة وبتصفصيل معناها بسا تسقط ربما هذية أما الدستور راهوا لا سبيل إليه شكرا لكم جميع أوضاعنا سيئة جدا وهذا يبوش لازم نحاود لكن طريق الخلاص أيسر ما يكون ولا سبيل لنا إلى ذلك إلا بأننا ننفتح على القوى الاجتماعية الفاعلة فيطمئن التونسي ويطمئن الأجنبي بما في ذلك البنوك المانحة سيدتي عندي كلمة كهو أطحفتنا زميلتنا وانتي نعرف اللي تحب تقولها زيدة زميلتنا لطيفة مقطوف أنها قدمت رسالة الدكتورة أي شو قلولها مبروك أنا أكبر منك في الأمر على خطر حبيثينا من أهم أحداث الأسبوع من أهم أحداث الأسبوع ونحن نشجع العلم والعلماء ألف مبروك لأسيند الرئيس تحرير لطيفة مقطوف على رسالة أطروحة الدكتورة اللي أنجزتها في جامعة سوسة حول تأويل التأويل في صورة المرأة التوليسية من خلال التلفزة من ألفين وحداش إلى ألفين وعشرين مبروك لزميلتنا وان شاء الله ديما شكرا ألف مبروك حبيت ننهي بخبر مبروك لتونس بطلة العالم الرباعة التونسية غفران بالخير تفوز بذهبات وزن خمسة وخمسين كيلومتر سيدات كيلوغرام عفوا سيدات في حركة الخطف بنتيجة 92 كيلوغرام بطلة العالم لرفع الأثقال بتشقند اليوم هذا المساء أكيد سيدة وزيرة الثقافة المصرية حلت بتونس الخضرات دكتورة إيناس عبدالديم وكان لحوار معها إن شاء الله اتبعوها في يوم الأثنين في الوطنية الآن نقول لها مرحبا خاصة أن هذه الزيارة تتأتى في إطار التبادل الثقافي التونسي بين سنة التبادل الثقافي التونسي بين مصر وتونس شكرا لكم تصبحونا على خير ونهاية أسبوع مريحة للجميع اشتركوا في القناة